بعد أن أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العديد من القرارات المتعلقة بمحاربة جائحة كورونا بتخفيف القيود المطبقة على المواطنين ومنها حظر التجوال وفتح المطارات تتواصل ردود الأفعال خشية تسجيل أعداد إصابات كبيرة سيماو مع الإزدياد الملحوظ في حالات الشفاء خلال الأيام الماضية هذه القرارات لا قد سخط من بعض النواب والأكاديميين سيماو مع أن القيود جلبت نتائج إيجابية منها ارتفاع أعداد الشفاء مقارنة بنسب الإصابات حيث أكد عضو لجنة الصحة في البرلمان غيب العميري أن قرار رفع القيود جزئيا سيرفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام على عمل اللجنة العليا للصحة والسلامة وبعض قراراتها غير مدروسة خصوصا فيما يتعلق بإعادة فتح المغلات والمراكز التجارية وفي نفس الوقت إغلاق عيادات الأطباء ومع الحديث عن وجود لقاح أو علاج لجائحة كورونا نفت وزارة الصحة ما طرحه أطباء عراقيون بشأن وجود لقاح إماراتي صيني لفيروس كورونا يصل العراق في أيلول فيما أكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي أن جميع الأدوية المستخدمة للتخفيف من حدة الإصابة بالوباء استخدمت سابقا ضد فيروسات أخرى معتبرا أن الحديث عن علاجات لكورونا طرح غير علمي وتسود المخاوف من ازدياد معدلات الوفاة والإصابات سيما مع أن العراق بات يخفف القيود دون وجود لقاح أو علاج فعال إلى الآن